صباح الفل عليكم شباب وشابات سنوية عامة معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورصات perfect english لكورصات اللغة الانجليزية صباح الجمال عليكم يا اجمل شباب في الدنيا اتمنى تكونوا خير معاكم ترينر جورج صبحي مؤسس كورصات perfect english لكورصات اللغة الانجليزية نهاردة ان شاء الله هنشتغل مع بعض محاضرة رقم 6 من كورص reading comprehension جهز كبات الشيء جميلة ويلا بينا نحل reading comprehension في السريح كده يلا بينا reading comprehension 6 read the following passage and then answer the questions a new kind of attack يعني نوع جديد من الهجوم is being used بيتم استخدامه by dishonest people بواسطة الناس غير الامناء to steal ids عشان يسرقوا ال id ال identity الهوية يعني and the credit card numbers وأرقام الكريدت كارد from innocent web surfers يعني من متصفحي الانترنت الابرياء الناس البوسطة يعني this new kind of attack النوع الجديد من الهجوم is called fishing بالph معناها الخداع which sounds the same as the word fishing زيها زي fishing اللي بالف اللي هي الصيد and it implies يعني بتتضمن that a thief ان فيه حرامي is trying to lure people بيحاول انه يغري الناس into giving away valuable information انه هما يدولوا معلومات قيمة اللي هي بيانات الكريدت كارد like real fishermen زي الصيادين fishers اللي هم المخادعين دول use bait bait يعني التعم تمام اللي هو بيتحط في الصنارة عشان يمسك السمكة in the form of great online deals or services يعني يجي يقول لك إلحق شاشة مثلا بعشر تلاف جنيه نازل عليها خاص تسعين في المية ادفع الف جنيه واشتري الشاشة خلال 24 ساعة تعرف على طول ان ده ايه ان ده fishing او fishers اللي هما المخادعين هما اللي بعتنين لك الايميلة تمام تعالوا ناخد البراجراف الوراء for example على سبيل المثال fishers اللي هما المخادعين دول might use fake emails بيستخدموا ايميلات مزيفة and false websites ومواقع مزيفة برضو to come people into revealing credit card numbers عشان يخلوا الناس يدوهم ارقام الكريدت كارد account user names and passwords ويدوهم ارقام الحساب وكلمة المرور زي imitate يعني بيقال لدو well known banks اللي هي البنوك المعروفة online sellers الناس اللي بيبيعوا online كتير and credit card companies وشركات الكريدت كارد successful fishers اللي هما المخادعين اللي بينجحوا في عملية الخداع ده may convince as many as 5% يعني ممكن 5% من اللي بيتواصلوا معهم يعني كل مية خمسة منهم بيردوا على الاميلات دي زي contact to respond يعني الناس 5% من الناس اللي هما بيتواصلوا معهم بيقنعوهم ان هما يردوا and give away their personal financial information ويدوهم البيانات الشخصية المالية يعني بيانات الكريدت كارد تمام كده؟ يعني نروح على البريغرافي الوراء currently حاليا and more than 350 million people اكتر من 350 شخص have access to the internet يعني عندهم انترنت and 75% و75% من الرقم ده live in the wealthiest countries يعني عايشين في الدول الاغنى on earth على كوكب الأرض so fishers الناس المخادعين دول can make a lot of money بيكتابوا فلوس كتيرة عن طريق عمليات النصب والخداع ده since there is so much money to make through this kind of scam لأن بيبقى فيه فلوس كتيرة بيعملوها عن هذا النوع من النصب scam يعني ايه؟ اللي هو النصب الإلكتروني it has caught the interest of more than just small time crooks يعني مش بس الولد ولا البنت الصغيرين اللي ممكن يكون اتعلم له كام هاك كده يعملها لا دي مجموعات منظمة بيشتغلوا على فكرة الفيشنج recently مؤخرا police اللي هي قوات الأمن half tracked down يعني تتبعت تعالوا نشوف البراجراف الوراه members يعني أعضاء of an organized fishing group يعني مجموعة منظمة لعمليات النصب والاختيال دي in eastern Europe في أوروبا الشرقية who had stolen الناس دول hundreds of thousands يعني مئات الالاف of dollars from people online يتواصل مع حد ياخد منه بيانات credit card يسحب كل اللي فيه وشكرا خلاص مش طعب تجيبه تمام كده؟ تعالوا نروح للبراجراف الوراه people have to learn to recognize an email يعني الناس لازم تتعلم ازاي تقدر تتعرف على الإيميل that has been sent by a fisher اللي بعته واحد من المحتلين دول always be wary واري هنا مقصود بها cautious careful خليك حذر of any email with urgent requests أي ايميل يطلب منك أي حاجة يقولك بسرعة في خلال 24 ساعة رد الآن تعرف على الاتونين ده في حاجة مش مظبوطة for personal financial information أي حد يطلب منك بيانات مالية شخصية اللي هو رقم credit card يبقى على طول سرعة fishers typically write upsetting or exciting but fake statements يعني بيبعثوا عبارات مثيرة عشان حضرتك ترد على الإيميل ده ولكنها بتكون مزيفة طبعا in their emails so that people will reply right away عشان الناس يردوا فورا also messages from fishers الرسائل اللي بتيجي من الفيشرز المحتلين دول will not address recipients يعني مش هتخاطب المستقبلين بتقبلين بتوع الإيميل by name يعني هو مش هيقولك Mr. فلان ما هو ما يعرفش اسمك ليه because they really don't know who the recipients are yet لما حضرتك بترد هو بيعرف بيفهم بقى الاسم والبيانات ولازم منه إنما لما هو بيبعت الإيميل ما بيبقاش فيه الاسم on the other hand على الجانب الآخر valid messages from your bank or other companies يعني الرسائل اللي بتيجي من البنك أو الشركات you normally deal with اللي عادة بتتعامل معها will typically include your name لازم هيكون فيها الاسم وده يبقى المفتاح إن الإيميل ده مش مزايف تمام؟ يلا بينا على ال questions choose the correct answer from A, B, C or D number one which of the following summarizes the last paragraph قبل ما ترى الاربع اختيارات ارجع إلى البراجراف من فضلك وبعد كده شوف الاختيار تعالوا نشوف آخر باراجراف طبعاً آخر باراجراف احنا بنعرفه من الإندنتيشن اللي موجودة هنا دي people have to learn to recognize an email that has been sent by a phisher always be wary of any email with urgent requests for personal financial information phishers typically write upsetting or exciting but fake statements in their emails so that people will reply right away also messages from phishers will not address recipients by name because they really don't know who the recipients are yet on the other hand valid messages from your bank or other companies you normally deal with will typically include your name تمام؟ تعالوا بقى نشوف الاربع اختيارات السؤال بيقولي which of the following summarizes the last paragraph how can phishers deceive innocent people ازاي بيخدعوا الناس the last paragraph ما قالش كده how can innocent people protect themselves ازاي يحموا نفسهم دي تنفع لانه هو قالك لو الاسم بتاعك مش موجود فيه وفيه urgent emails يبقى لا how can the government track the phishers ازاي الحكومة بتتتبع the phishers القطعة الاخيرة دي او the last paragraph ما قالش كده how can innocent people get their money back ازاي يحصلوا على فلوسهم هي وردي ما بترجعش يبقى الاختيار الصحيح هو بي how can innocent people protect themselves تمام؟ يلا بينا على question 2 the underlined word weary اللي انا قلتها لكم فوق اللي هي تكون cautious يعني can be replaced by انا قلتها اللي هي cautious يعني تكون حذر تمام؟ يلا بينا على ال question الوراء you can protect your financial information تقدر تحمي المعلومات المالية بتاعتك buy a not opening your emails ما تفتحش الإيميل خطعة مالتش كده not sending any emails ما تبعتش إيميلات خالص قلت عمقلتش كده not sending your personal financial information to anyone تمام؟ ما تبعتش البيانات الشخصية المالية بتاعتك لأي حد not opening your personal financial information ما تفتحش بياناتك لا افتحها بس ما تبعتهاش لحد تمام؟ يبقى الاختيار الصحيح هو c تعالوا نشوف ال question الوراء question number four what do you think we can do to protect ourselves؟ تعتقد احنا ممكن نعمل ايه عشان نحمي نفسنا؟ never surf the internet at all لا تتصفح الانترنت خالص قطعة مالتش كده be frightened of all emails and messages خليك مرعوب من كل الاميلات ورسائل برضو قطعة مالتش كده think carefully before dealing with any new emails and messages يعني فكر بحرص قبل ما تتعامل مع اي email جديد او message جديدة اه دي منطقية always respond quickly to urgent emails for personal information يعني دايما رد بسرعة على اي email بيطلب منك البيانات الشخصية طبعا لا تمام؟ يلا بينا على ال question الوراء question number five the two words fisher and fisher اللي هو صياد ومحتال ال ph وال if in the passage في القطعة اخبرهم ايه؟ have similar pronunciation يعني نطقهم هو هو with typical meaning يعني بمعنى متشابه زي فكرة الصياد ما كانت مشروحة ان هو بيستخدم البيت اه دي منطقية imply the same meaning but not the same sound يعني ليها نفس المعنى بس مش نفس النطق لا have different pronunciation يعني ليها نطق مختلف لا have the same sounds and imply similar meaning يعني ليها نفس الصوت او نفس النطق ونفس المعنى لا هي typical يعني حاجة متشابهة انما مش هي هي بالزبط تمام؟ فيبقى الاختيار الصحيح هو ايه؟ اوكي؟ question number six بيقول ايه؟ about the people who get caught in fishing scams how few of them have jobs يعني نسبة وليلة منهم عندهم مظايف قطع ما قالتش كده most of them live in very rich countries معظمهم عايش في دول غنية اه they are very young people شباب قطع ما قالتش كده they often buy things online عادتا ما بيشتروا حاجات online القطع ما قالتش كده يبقى الإجابة الصحيحة most of them live in very rich countries تمام؟ هو قالك فوق 350 مليون عندهم اكسس للانترنت 75% عايشين في الويلثيست countries تمام؟ ويلثي يعني rich عشان بس تبقوا فاهمين هو لعب بايه يعني؟ question number seven a fisher a his victims to give him their personal information يعني المحتل ده ايه؟ الضحايا بتوعوا انهم يدولوا البيانات الشخصية هل defense يعني دافع؟ tempts يعني يغري أيوة دي اللي هي زيها زي lures يعني اوكي؟ فالورز هي هي tempts جات منها temptation يعني تجربة supports يدعم و serves لا تمام؟ تعالوا بينا على اخر question في محاضرة النهاردة question number eight the antonum خليكوا فاكرين انا دايما كنت بقول antonum يعني opposite اللي اتنين بيبتدوا بحرف جر the a و the o يعني العكس عشان ما تنسوش هي العكس ولا المعنى the antonum of the underlying word convince يعني يقنع عكسها ايه؟ persuade يغري display yard encourage يشجع discourage يعني يحبط هي discourage عكس convince تمام يا شباب؟ وبكده يا شباب نكون خلصنا محاضرة رقم ستة من course of reading comprehension لو حضرتك مهتم انك تحصل على باقي المحاضرات سواء في طرع reading comprehension او في باقي البروة تقدر تتواصل مع السكرتاريا واتساب على الرقم ده لحجل مكانك والحصول على الفيديو والPDF اشوفكم في المحاضرة اللي جاي على كل خين ان شاء الله ربنا يكون معكم اتمنى يا شباب يكون الفيديو عجبكم لو عجبك الفيديو اعمل subscribe و like للفيديو وما تنسى اشتفاع على الجرس علشان يجيلك notification بالفيديوهات اللي جاية اللي هتنزل بشكل دوري ان شاء الله اشوفكم بالفيديو الجاي